سعيا منها لتخفيف الضغط على المترشيحين لامتحانات شهادة البكالوريا بادرت جمعيات المجتمع المدني بدعم من تجار وأهالي دائرة إبن باديس بي سيدي إبن عباس لتوفير قارورات مياه الشرب وبعض المستلزمات المدرسية أمام باب ثانوية الإخوة بجمعة فكرنا باش نكونوا نوفروا الجو الملائم اللي خلي الطالب يرتاح لهذا الامتحان هذو أولادنا هذو الطلاباتي عنا نحاولون نوفرهم جو من الحاول يكون جو يمتيحان فرحة حنا اليوم هذا عيد طلاباتي عنا احنا دلناها باش تلاميذ تواءنا ينقلع اليوم هذك الضغط ويدخلوا في نفسية مريحين المبادرة باركها التلاميذ وأوليائهم باعتبار أنها تشكل دعما معنويا للممتحنين وتحكس تضامن ودعم جميع أهل المنطقة لهم هذه المبادرة كانت بمثابة التحفيز لنا احنا كطلاب وزادتنا في ذلك الحماس ونقصتنا من ذلك القلق وذلك السرس المبادرة يعني تبخل في إطار يعني كما قال الأخ يعني رفع المعنويات للتلميذ يعني اللي ينتمنى والهم يعني النجاح الكامل وبينما يبقى القائمون على تجسيد هذا المسعى يلتزمون بمرافقة تلاميذ طيلة فترة الامتحان عمل الكثير من المواطنين على توفير قارورات الماء للمترشحين بعديد مركز الامتحان بمختلف مناطق الولاية